موسيقى بعملية نوعية نزهة تضيح بمدير ضرائب السابق وزوجته والانتربول يصدر مذكرات قبض بحق متهمين بالفساد موسيقى الدينار العراقي يواصل نزيفه أمام الدولار ارتفاع جديد في أسعار العملة الخضراء يقابله قلق شعبي وتضمين حكومي موسيقى موسيقى مجلس النواب يستكمل انتخاب رؤساء لجانه وشخصيات مستقلة تتهم الأحزاب الكبيرة بالاستئثار باللجان البرلمانية موسيقى تتابعون ايضا في نشرتنا لحسم المسائل العالقة بين بغداد واربيل رئيس الجمهورية والوزراء يؤكدني ضرورة الحوار ويدعواني لمواصلة التنسيق موسيقى من العنوين إلى التفاصيل وأهلا بكم والبداية من ملف مكافحة الفساد حيث أعلنت هيئة النزاهر إطاحة بأربعة متهمين بينهم مدير هيئة الضرائب السابق وزوجته وضبط مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية وعقارات ذكرت النزاهة في بياننا أن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكن من الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته أوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهم تبلغ مليار ومائتين وسبعة وعشرين مليون دينار عراقي وخمسمائة وستة وخمسين ألف وتسعمائة دولار أميركي فضلا عن مؤتنيات ومصوغات ذهبية وبكمية كبيرة ومستندات لأحد عشر رائقار هذا أصدرت شرطة الدولية الأنتر بول مذكرات قبض بحق مسؤولين عراقيين متهمين بالفساد أقل مصدر حكومي أن العملية ستتواصل وبزخم عال ضد الفاسدين كونها تندرج ضمن محور مكافحة الفساد واسترداد الأموال للمنهوبة والذي يعاد أهم أولويات حكومة محمد الشعى السوداني أشار المصدر إلى أن هناك أسماء ومذكرات قبض صدرت من الأنتر بول والقضاء لملاحقة من ثبت تورطه في سرقة المال العام من المسؤولين العراقيين إذن مشاهدين الكرام نتحدث عن الإجراءات الحكومية الأخيرة بمكافحة الفساد مع الباحث في الشأن السياسي سيد مهند الراوي أهلا ومرحبا بك ضيفا كريما على شاشة الرابعة سيد مهند بداية إجراءات وعمليات مستمرة من الحكومة لملاحقة الفاسدين كان آخر هذه الإجراءات هو القبض على رئيس هيئة الضرائب السابق كيف تقرأ هذه التحركات وكيف ستنعكس على الوضع العام بالنسبة للعراق تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولمشاهدي قناة الضادع الفضائية أهلا أولا أبارك للحكومة العراقية هذا الإنجاز وطبعا هذا إنجاز عظيم أن يتم ملاحقة السراق المال العام بهذه الطريقة وأنا أشيد بلجنة مكافحة الفساد التي لم تجامل أحد على ضرب الفاسدين وهذا شيء جيد يعني شيء جيد أن تصدر مذكرات قبض من الحكومة العراقية ويتم ملاحقة الفاسدين حتى في خارج العراق الفساد في العراق بدأ يستشري بشكل مخيف بدأ يضرب أطنابه في كل مكان حتى أن الحكومات العراقية السابقة عاجزة على أن تحد من هذه الفساد لكن على ما يبدو أن حكومة الأخرى الرئيس السوداني هي ذاهبة باتجاه ضرب منابع الفساد لكن تحتاج بعض الإجراءات الأكثر صرامة نعم طيب هنا السؤال سيد مهند يعني اليوم الأنتر بول أصدر مذكرات قبض بحق عدد من المسؤولين السابقين بتهم تتعلق بالفساد كيف هذه النقطة ستساهم بتعزيز جهود الحكومة العراقية يعني هذه أولا الأنتر بول من يصدر مذكرات قبض أكيد هي وفق مذكرات قبض صادرة من القضاء العراقي يطلب الأنتر بول بملاحقة الفاسدين خارج العراق وهذا شيء جيد يعني معناته أنه الأنتر بول ديت عام يدعم الحكومة العراقية في ملاحقة الفاسدين الذين سرقوا المال وهربوا إلى خارج العراق يعني في موضوع العودة في موضوع المدير عام الضرائب تم القاء القبض عليه هو وزوجته معه مبالغ كبيرة جدا بالمليارات كبيرة جدا منها يعني دعش عقار ومنها صوغات ذهبية ومنه أكد في أرصد بنقية خارجية ثلاث ملايين وست مائة ألف دولار ودعش عقار تسع عقارات منها داخل العراق تم رضع الحجز عليها واثنين عقارات خارج العراق يعني هذه الأعمال تثبت على أن الحكومة العراقية حكومة السيد السوداني عازمة على ضرب منابع الفساد وهذا الشيء جيد ونتمنى أن يتبال هذه الإجراءات رؤوس كبيرة طبعا هؤلاء الجسمو موحدهم موحدهم أكيد وراهم جهات كبيرة تدعمهم حتى أخت العزيزة حتى أتطرق على الشيء حتى في صعود الدولار أنا أقول أن هؤلاء محاربة الحكومة لتعليب الشارع على الحكومة لأن هؤلاء الفاسدين لديهم أموال أموال الشعب أموال الحكومة سلطوها والآن بدوا يحاولون بالحكومة نعم وجهة نظر معقولة جدا جزيل الشكر لك الباحث في شأن السياسي سيد مهند الراوي موسيقى بحثت لجنة المالية النيابية مع محافظ البنك المركزي ارتفاع أسعار الدولار وذكر بيان للجنة أن رئيسها عطوان العطوان استقبل محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق وناقش معه تذبذب أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وإمكانية السيطرة عليها للمحافظة على السوق لافتان إلى أن اللقاء شهد أيضا مناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الدولار على المواطنين العراقيين وخطوات البنك المركزي والإجراءات المتبعة من قبله يتذلك في وقت تواصل فيها أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدولار العراقي الارتفاع في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وقال مراسل رابع عنها بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم سعر بيع بلغ 168.500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أميركي بينما بلغت أسعار الشراء 166.500 دينار عراقي لكل 100 دولار أميركي يخيم الركود على الأسواق المحلية جراء ضعف القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة رغم الأجراءات الحكومية المتخذة للسيطرة على سعر الصرف في صراعنا جديد مع العملة الصعبة يدخل الشارع العراقي بعد أن قفز سعر الصرف أمام الدينار إلى عتبة 165.000 لكل 100 دولار صراعنا يقابل من قبل قوى النيابية بمحاولة عقد جلسة استثنائية أو إضافة فقرات على جدول أعمال مجلس النواب لمناقشة تداعيات الوضع الاقتصادي أو إيجاد معالجات لأزمة السوق المحلية كان لنا دور سابقا في جمع تقريبا 83 توقيع من عظام مجلس النواب بخصوص عقيد جلسة لربما تكون جلسة استثنائية جلسة مستعجلة بخصوص مناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار وما ألقاه من ظلال يعني خاصة معاناة الشعب العراقي الشعب يعاني اليوم ويستغيث للأسف ولا مجيب لحد هذه اللحظة الشعب يريد أن يعرف ما هو مصيرة التاجر يريد أن يعرف ما هو مصيرة قلق بين البائع والمشتري ركود في السوق مضاربة أصبحت معادلة صعبة أثقلت كاهل الناس جراء ارتفاع أغلب المواد المعيشية إلى الضعفين أو حتى الثلاثة الأمر الذي يدفع الكثير من الأهل إلى المطالبة بوفق الإضطرابة في السوق المحلية وكسادها نتيجة الارتفاع لمستويات غير مسبوقة يعني الله يساعد الفقير كيلو خيار ألف وربوع البيض إن جان ألف ونص يعني واحد وين يروح قل لي الله يساعد الفقير يا ابني شون زين الشكر صاعد الديجاج صاعد البيض صاعد يا ابني ما يصير هالشي كل لازم سوننا فتحل جاء أقول لك أنا ستطبقة بيض اليوم تربيش وصد بثمانة ألاب دينار يعني سوك كلها صاعد معلق طاحين الثمان قنية الغازة بعشرة أنا ستنجبتها الناس المسؤولين ما أعرف هل هم ناس علميين يفتهمون هل هم علاقة المفروض يفكرون يعني أنت مو قاعد أفترض الافتراض ما يفيد المفروض القانون تصير إلى سطوة قوية ويفعلون القانون وفي غضم مستجدات أزمة الدولار أعلن البنك المركزي أن وصول مبيعاته خلال هذه الأيام إلى أكثر من ثمانية واربعين مليون دولار عبر نافذته الألكترونية وهي قضية الدولار تدخل كأزمة جديدة في المجتمع العراقي بعد تقلبات أسعار الصرف وانخفاض القيمة المحلية خلال الأيام الماضية مصطفى الوش الرابعة بغداد أكد رئيس تحلف الفتح هادي العامري والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزع لدعم إجراءات الحكومة لتخفيض سعر الدولار وذكر بيان لمكتب العامري أن لقاء بحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والتأكيد على الاستمرار في دعم الحكومة لإنجاح برنامجها الوزاري ووضع الحلول لتخفيض أسعار الصرف مبينا أن الجانبين ناقشا أهمية دور تحالف الفتح في وحدة وتماسك الإطار التنسيقي وإدامة الشراكة الحقيقية ومواصلة العمل من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا من جهة يكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن الإجراءات الحكومية الجديدة إزاء ارتفاع سعر الدولار تحتاج لدعم سياسي من جميع القوى والأحساب القيادي في الاتحاد فأق يزيدي قال أن العراق أمام كارثة اقتصادية كبيرة ستضر بصورة مباشرة جميع مكونات شعبه ما لم تجد الحكومة أو الحكومة الحلول المناسبة للأزمة فيما شار لأن رابطة المصارف لم تقم بدورها في معضلة ارتفاع سعر الصرف إضافة إلى ضعفها بتنفيذ واجباتها بشأن التزام المصارف بالسياسة النقدية للبلاد كحال المحافظات الأخرى تشهد كاركوك ارتفاعا غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية بأزمة ينذر الأمر في الأمور الاقتصادية بشكل كبير على مستوى البلاد انعكست أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي على مجمل أسعار المواد الغذائية بشكل خاص هذا الارتفاع هذا الارتفاع الذي شهدته الأسواق العراقية لم يستثني كاركوك وتجارها ليضرب مخازن تجارة اللحوم المستوردة بجفاف كبير نتيجة توقف آلية تحويل مبالغ التعاملات التجارية بين العراق والبلدان المصدرة ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار كما يقولون معاهناتنا نشوفها مخازنة فارغ لا يوجد استراد لا يوجد حوالات الخارج من بغضاد نحن نجلب مواد كل على الورق على الدولار يوميا ساعد وإي شيء لا يمكن استراد حوالات لا يوجد خارج العراق صعوبة المركز وقف الحوالات الورق ساعد من 62 إلى 65 66 هذا نعاني بضائع ارتفعت وهي اقتصاديون يصفون مرحلة ارتفاع الدولار أصبح أزمة متفاقمة واستمرارها بأنه يثقل كاهل المواطن خاصة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل وهو ما يحتم على الحكومة الاتحادية تدارك هذه الأزمة التي ستفرز عواقب وخيمة حال استمرارها تأثيرات خطرة جدا التجار لهم الحق لأنهم يتعامل مع الدولار دولار غير مستقل فبالتالي هم يواجهون صعوبات في التعامل وبسرة الاستيرادات وهذه منتجة طبيعية تنعكس على المواطنين بشكل كبير وارتفاع الأسعار لذلك الحلول اليوم لابد الحكومة العرقية تتخذ إجراءات فعالية على أرض الواقع من ضمنها تهريب الدولار سيطرة على الأسواق تفعيل مضممة الأمن الاقتصادي التعامل مع التجار الحقيقيين أن يكون هناك دور الغرف التجارية بشكل ملموس على أرض الواقع أيضا تسهيل عملية المنصة الإلكترونية وإدخال التجار في دورات كيفية التعامل مع هذه المنصة حتى تيسر أمورهم وتيسير الأمور قدر الإمكان اضطراب الحركة التجارية في الأسواق المحلية بات مشهدا ينذر بأزمة اقتصادية كبيرة سيما أن غالبية التجار سيقلل من حجم الاستيراد أمام ارتفاع سعر المستورد خجل الإجراءات الرادعة للمتلاعبين بأسعار صرف الدولار سيؤثر في نشاط السوق ناهيك عن التأثيرات السلبية الاقتصادية التي سيخلفها توقف الحركة التجارية في البلاد بحسب اقتصادين من كاركوك قناة الرابعة أكد البنك المركزي عدم تأشيره أي زيادة بشأن انتشار العملات النقدية المزيفة في الأسواق المحلية وقال مستشار البنك أحسان الياسري أن الأوراق النقدية العراقية من فئات عشرة ألاف دينار إلى خمسين ألف دينار تتضمن نافذة شفافة جعلتها من أقوى العملات الورقية التي صدرت مبينا أن الأوراق النقدية محكمة وتزيفها ضعايا ورديء وغالبا ما اكتشفه الجمهور والقطاع المصرفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر 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 نبقى نيابيا لكن في ملف آخر وهو الموازنة الاتحادية ذا أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني صباح حبيب أن تأخر إرسال مسودة الموازنة إلى مجلس النواب أحد أسباب ارتفاع سار الصرف داعيا خلال حديثه للرابعة مجلس الوزرائي إلى الإسراع في إرسال القانون للمصادقة عليه نحن كمجلس النواب طلبنا أكثر من مرة الإسراع طلبنا من مجلس الوزراء بإرسال الإرسال الموازنة إلى المجلس لكي نستطيع التصديق الموازنة وهذا كل أسباب واحد من الأسباب إرتفاع صرف الدولار لحد الآن الموازنة ما مصادق عليه لهذه السنة فإحنا طالبين أن نؤكد المجلس الوزراء الإسراع بإكمال الميزانية وإرسالها إلى مجلس النواب لكي نتصدق عليها وهذا تأثر على كافة جوانب الحياة بعد التصويت على لجانة نيابية يطالب البرلمان الحكومة بالإسراع في إنهاء مسودة الموازنة على الرغم من وجود العديد من القضايا السياسية التي تعطل تشريع القانون رغم مساعي الحكومة في مضاعفة جهودها لإنهاء كتابة فقرات موازنة ألفين وثلاثة وعشرين البيت التشريعي يدعو إلى ضرورة اختزال الوقت وتسليمها إليه لدراسة بنودها والتصويت عليها خصوصاً أن الليجان الرئيسة أصبحت جاهزة بتفعيل عملها التشريعي يوم أمس متأخراً تم انتخاب رئاسة اللجنة ونائبها وبالتالي اليوم أول يوم هو لعمل اللجنة المالية بشكل رسمي أعتقد دأبنا من الآن على تشكيل لجنة تم فيها التنسيق مع الحكومة لتشريع قانون الموازنة أعتقد تأخير إرسال مشروع قانون الموازنة ليس صحيحاً ومخالف للقانون والدستور ومن غير موعد محدد تتحدث الحكومة عن قرب وصول مسودة الموازنة إلى البرلمان في أكثر من مناسبة بينما الدلائل النيابية وضعت الكثير من التأكيدات على تأخر إكمال مشروع الموازنة في الأسابيع القريبة استناداً للإجابات الاستفهامية الحكومية الوقت لهذا القرارات يمكن مناسبة الأوضاع التي نحن نعيش بها وخاصة الوفود الجاية من أقليم كردستان للبغداد للتفاوض على حل حلة المشاكل العالقة بين حكومة المركز وإقليم كردستان لأن هذا يأثر حتى بتأخير الموازنة موازنة 2023 وهذا الموازنة يتأخر على الشعب العراقي كافة مستحقات الإقليم المالية بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء إرسالها ستكون عائقاً أمام إقرار موازنة 2023 في خضم الاتفاقات السياسية المتقدمة على تضمينها بين بغداد وأربيل وبعد اكتمال اختيار رؤساء اللجان النيابية الرئيسة البرلمان ينتظر من الحكومة إرسال مسودة موازنة 2023 لتمريرها سريعاً نظراً لأهميتها في معالجة مشاكل عديدة أحمد ليث بغداد الرابعة أكد رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد على ضرورة الركون للحوار لحسم المسائل العلقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم رشيد خلال استقباله نائب رئيس حكومة كردستان العراق قوبا الطلباني شدد على أهمية حل الأزمات بين بغداد وأربيل وفق الدستور والقانون وبما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم المعيشية كما أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية أقرار الموازنة المالية العامة لارتباطها بشكل مباشر بحياة المواطنين هذا أشدد رئيس مجلس الوزراء محمد شاع السوداني على ضرورة مواصلة التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم السوداني وخلال لقائه رئيس حكومة كردستان العراق قوبا الطلباني أكد على أهمية تحقيق تفاهمات بين الطرفين وحل الإشكالات القائمة بما يعزز الاستقرار ويحقق المصلحة العامة للبلاد في السياق أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائب رئيس حكومة أقليم كردستان العراق قوبا الطلباني أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والأقليم ذكر بيان لمكتبه رئيس البرلمان أن الجانبين بحثا الأوضاع العامة في البلاد وعددا من التشريعات التي تضمنها المنهج الحكومي فيما شدد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والأقليم للتوصل إلى حل للمشاكل العالقة على أساس الدستور تماشيا مع البرنامج الحكومي يواصل رئيس مجلس الوزراء حركه الدولي لرفع مستوى الشراكة مع الخارج ويتزامن هذا الحرك مع مخاوف شعبية من أن تكون الاتفاقات الموقع حبرا على ورق كسابقاتها زيارات مكوكية أقليمية ودولية أجراها السوداني هدفها رفع مستوى الشراكة بين هذه الدول مع العراق فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الشركات الاستثمارية لسيما التي مشانها تحسن الخدمات تماشيا مع برنامج الحكومة رئيس مجلس الوزراء قام بزيارات إلى عدد الدول ومنها الدول الأوروبية خصوصا ألمانيا وفرنسا بالتأكيد هذه الزيارات لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد العراقي وعلى الحكومة أيضا أن تستثمر تلك الزيارات لجلب المستثمرين لتوطيد العلاقات مع الدول لأنه الكل يعرف أنه لا بد أن تكون هناك علاقات دبلوماسية متينة في كل الجوانب خصوصا الجوانب الاقتصادي لتعزيز العلاقات ما بين البلدين ومثل ما عرفنا أنه من خلال هذا النشاط أنه تم أو راح يصير اتفاقيات أنه راح يصير اتفاقيات عن طريق تفاعلات المجال الغاز والنفط وغيرها من الأمور اللي راح يصير توقيع السوداني لعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات اصطدمت بمخاوف الشارع العراقي ومتابعي الشين الداخلي من عدم تحقيقها وبقائها حبرا على ورق من دون تنفيذ حقيقي على أرض الواقع نعمل أن تكون زيارات مهمة وجذابة وخصوصا العراق بدأ ينفتح على العالم وبدأ يعود إلى مكان الطبيعي تحركات السودانية المكوكية على المستوى الدولي والإقليمي تأتي بحسب متابعين للمشهد لدعم الحكومة سياسيا فضلا عن تحسن الضافع العراقي من خلال تعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية لرفع مستوى التنافس بين الشركات الاستثمارية من ذيقار نور صادق قناة الرابعة الفضائية أفادت خلية الإعلام الأمنية العطاحة بعصابة تتاجر بالبشر مكونة من 13 متهما بينهم نساء فيها الخلية في بياننا كادت أن العملية جرت في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد بتنسيق مع الفرقة الأولى شرطة اتحادية ومكتب الاتجار بالبشر وكانت الأصابة تشير إلى أنها تقوم بسمسرة وبيع النساء ونقلهم خارج البلاد أعلنت مديرية شرطة حماية الطاقة أن مفارزها داهمت وكرا كبيرا لتدوير وتهريب النفط ومشتقته في العاصمة بغداد وفقا لبيان المديرية فقد تمكن جهاز الأمن الوطني وشعبتي استخبارات وأمن أفراد اللواء الثالث من ضبط سبعة خزانات حديدية سعة خمسين ألف تحتوي على منتج نفطي مجهول الكمية والنوعية مع عدد اثنان منها فارغة بالإضافة إلى خزان سعة عشرين ألف لتر استواني يحتوي على منتج غير معلوم الكمية والنوعية وخمس مضخات لسحب المنتج المختلف الأحجام استهدفت طائرات مجهولة رتل شاحنات عبر منفذ القائم باتجاه معبر البوكمال عند الجانب السوري للمرة الثانية خلال أقل من أربع وعشرين ساعة مصادر الرابعة فادت من طائرات مجهولة عودت استهداف رتل شاحنات مكون من قافلة تحمل مواد غذائية مقدمة كمساعدات من الجانب الإيراني للسورية دخل قسم منها يوم أمس ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن كما أشارت المصادر لأن الشاحنات دخلت الأراضي السورية بعد استكمال كامل الموافقات من الجانبين السوري والعراقي ختم النشر تذكير بأبرز العنوين بعملية نوعية نزاهة تطيح بمدير الضرائب السابق وزوجته والأنتربول يصدر مذكرة قبض بحق متهمين بالفساد الدنار العراقي واصل نزيفه أمام الدولار ارتفاع جديد في أسعار العملة الخضراء يقبله قلق شعبي وتطمين حكومي مجلس النواب يستكمل انتخاب رؤساء لجانه وشخصيات مستقلة تتهم الأحزاب الكبيرة بالاستئثار باللجان البرلمانية تابعتم أيضا في نشرتنا لحسم المسائل العليقة بين بغداد وأربيل رئيس الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة الحوار ويدعوان لمواصلة التنسيق للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشاراتنا زرون على موقع القناة الرابعة دوت تي في وبالتأكيد على مواقع تواصل الاجتماعي الأخرى فيسبوك يوتيوب انستجرام تليجرام تويتر سنابشات وتيك توك شكرا لكم لكرمي وطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة